كشفت مصادر مقربة من تحرير الشام عن تنفيذ كتائب العصائب الحمراء لعملية نوعية على قمة النبي يونس استهدفت غرفة عمليات للفيلق الرابع والفرقتين الثانية والسادسة وأسفرت العملية عن قتل عشرين عنصرا للأسد وتدمير الموقع بشكل كامل قتل عنصرا من الجيش الوطني إضافة لثلاثة عناصر يتبعون لميليشيا قسد بعد تصد ثوار لعملية تسلل نفذتها قسد على جبهة رأس العين بريف مدينة الحسكة وفي السياق قصف الجيش التركي مواقع الميليشيات بريف تلتمر بريف الحسكة أيضا اعترفت ميليشيات الأسدي بمقتل أربعة عناصر وإصابة أربعة آخرين بينهم ضباط إثر قصف صهيونيا استدفى مستودعات للذخيرة يرجح بتبعيتها للاحتلال الإيراني بمحيط العاصمة السورية دمشق أوقفت الشرطة التركية 23 مهاجرا سوريا أثناء تفتيش حافلة بولاية قونيا وسط التركيا فيما أعلن وزير الخارجية التركي بعزمهم للإسراع بعملية العودة الطوعية للاجئين حسب زعمه أعلن مدير مكتب رئيس أوكرانيا مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بقصف روسيا استدفى مقاطعة خاركيف وأكدت البحرية الأوكرانية وجود ثلاثة سفن معادية في البحر الأسود قالت مصادر محلية تركية أن تسعة أشخاص أصيبوا في حصيلة غير نهائية جراء انفجار مجهول في ميناء درينجا في كوجالي شرقي اسطنبول وقد تم إرسال فرق الإطفاء والصحة والشرطة إلى مكان بقوع الانفجار